تسهيل إمكانية الوصول على سطح المكتب الخاص بحاسوبكم المحمول أو المكتبي ولترغبون بإنشاء اختصارات لكل البرامج الأكثر استخداما من قبلكم في هذا الفيديو سنتعلم كيفية إنشاء اختصار لأي برنامج مثبت على حاسوبنا إن شاء الله ابقوا معنا فاصل وسوف نواسل لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر سابوني وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب وترك تعليق محفز وشكرا الطريقة هي كالتالي فما عليك إلا التوجه إلى قناتي على تليجرام تبادل المعلومات التقنية بعض النقر عليها تتوجه بشيف طاب حتى تسمع تبادل المعلومات التقنية تنقر عليه تتحرك شيف طاب حتى تسمع الوسائط تفتحها باليمين ملفات تتحرك طاب مرة واحدة هنا تفتح معك خانة الكتابة تكتب هذه الحروف تحرك طاب مرة واحدة ثم تبدأ بالنزول حتى تسمع هذا الاسم أنا سأترك لكم هذا الملف إن شاء الله في التليجرام ورابط تحميله من قناتنا على التليجرام في الوصف تقوم بتنزيله يا أخي بعد تنزيله تنقر على فتح الملف مباشرة سيفتح لك مصار وضع البرنامج المحمل تنقر عليه بنقرة واحدة وكما تلاحظ ظهرت معنا كل التطبيقات من ألف إلى يا على الكمبيوتر الخاص بنا هذه العملية يمكن تنفيذها على سطح مكتب حاسوب مكتبي أو شخصي محمول مثلا أنا أريد أن أضيف الواتساب إلى سطح المكتب أنقر على الواتساب أنقر على الفأر اليمين أو أبليكيشن وفتح قائمة السياقات أصعد إلى فوق مرة واحدة هنا إنشاء اختصار أنقر عليها مرتين بالإدخال وستلاحظون أن الواتساب أصبح موجود على سطح المكتب تضغط على F2 تضغط على ف تقوم بحدث كما ترى الآن أصبح الواتساب عندي موجود حتى أضيف مثلا الإنيجرام أعود بالضغط على الملف مرة أخرى سيعيدني إلى نفس الصفحة التي توجد فيها كل برامجي أنقر على حرف Uniform أنقر على Application ثم أنقر على إنشاء اختصار مثلا أنا أريد الميسانجر أنقر على Application ثم أضيفه إلى سطح المكتب كيف أبحث عن البرامج بسرعة عن طريق الحروف فمثلا واتساب تنقر على W ميسانجر تنقر على M اليونيجرام تنقر على U انستغرام تنقر على حرف E هذه هي الطريقة لإضافة كل برامجي يمكنني أن أضيف كل هذه البرامج الظاهرة على الشاشة في سطح المكتب لكن هذا لا يفيدني بشيء مثلا أنا أريد الـ Block Note سأضيفه على سطح المكتب Microsoft Store أضغط على Application ثم أغلق هذه النفذة نهائيا والآن يمكنني التعديل على هذه الاختصارات مثلا ميسانجر أقوم بحدث الجملة الأخيرة كما ترون Block Note أقوم بتعديل عليها يصبح لي موجود على سطح المكتب الخاص بي توجد الكثير من الطرق لإضافة اختصار للتطبيقات أو البرامج الأكثر استخداما على سطح المكتب لكن هذه الطريقة تعتمد عن هذا الملف الذي يسهل لك الوصول إلى كل برامجك الموجودة على حسوبك وإنشاء اختصار لها على سطح المكتب حتى برامج Microsoft هناك بعض برامج Microsoft التي لا تسمح لك بإدراج اختصار على سطح المكتب إلا بطرق معقدة فهذه الطريقة هي الأسهل أرجو أن تستمتع بها وأن تشغلها على مسؤوليتك لماذا قلت على مسؤوليتك؟ لأن هناك بعض برامج التي قد يكون تشغيلها أساساً يحتاج إلى خبرة فلا تضيف اختصار لأي برنامج لا تفهم كيفية استخدامه فقط قم بإنشاء اختصار للبرامج التي تتقن التعامل معها تحياتي